تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة عزيز أخنوش يعطي انطلاق تفعاليات الدورة التاسعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب تظاهرة كبرى ببرنامج ثقافي يضم أنشطة كتاب ومفكرين ومبدعين مغارب وأجانب معرض يكرس موقع المغرب بلداً للتلاقي والحوار والتبادل الثقافي المعرض كانت أبروحنا حفل تقافي حفل للقراءة وللكتاب هو فرصة للقاء بين المواطنات والمواطنين والكتاب والدعم مباشر لكي تعتبر الوزراء اليوم بفئة الشركات التي عندها مع المجالس المنتخبة للقراءة وللكتاب الدورة الجديدة تعرف مشاركة أكثر من 700 عارض من 48 بلداً كما تتميز بحلول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو ضيف شرف لها هذا الاختيار يمثل اعترافاً بعملنا وبالروابط التي تجمعنا مع المغرب وستكون لزوار رواقنا فرصة اكتشاف مختلف الأنشطة التي نقوم بها في مجالات العلوم والتواصل والإعلام نحاولون نمثل جميع برامج التي تخدم عليهم مؤسسة محمد ثلث لحماية البيئة وكذلك بحضور تلاميذ لهم الاصيب البرانسيبال لبرامج المؤسسة فهناك مجموعة من الورشات التكوينية التي يستفدون منها التلاميذ لنا برنامج غني ومتنوع في المعرض الدولي للنشر والكتاب بتنظيم أكثر من 200 نشاط حول تيمات عديدة من ضمنها قراءة التراث وكتابة المستقبل وإفريقيا المتعددة والإعلام والتكنولوجيا